بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرت كل مؤمنين ومؤمنة مظلوم يا غريب كربلة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلام أبو به ويضبى الضيغا من قرحة من قرحة لو أنها بيلملمين نسفت جوانبه وساخ يلملم وجه الصباح علي علي أي ييل مظلم وربيع أيام علي محرمه ويقدم أياه الأموية وهو مؤخر أياه العلوية وهو مقدم أياه مثل ابن فاع عظمتي أياه يبيت مشردا أياه مشردا أياه يبيت مشردا هو يزيد في لذاته متنع أياه 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 خرج الحسين من المدينة خائفا 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 أياه كخروج موسى خائفا يتكتم أياه 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 من المدينة خائفا أياه 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 وهو ابنها وبهي يتشاء ذرفت الحطية ييم وزمزم لم يدر أيين يري أي حبوه ودن ركابه فكأنما الدنيا عليه محرموه نزلوه بحومة كربنا وطلبت منهم عوائد والنسور الحمو القلب شاجر على ابن أمي المحزات هذه الليلة سيدتنا زينب وكأننا على لسان حالها ولساننا أيضا القلب شاجر على ابن أمي وداوي يتضعضع وانهدم حالي وداوي يهقوه إلى مجروح وقيد وداوي أيه ولا غاير وقول تعود أيه ولا غاير وقول تعود أيه أيه وده أيه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وأوقف والناقاد نوروا قلوبكم ومجالسكم فورة الصوزة محمد آل محمد صلوا على محمد وآل محمد الله صحيح محمد وآل محمد في البدء أحبة الكرام سيكون مجلسنا معكم ونحن جميعا نعزي رسول الله في هذه الفاجعة التي تبدأ من الليلة فاجعة الطف فالبرنامج في هذا المركز المبارك مركز الإمام المهدي عليه السلام في ناشفل إن شاء الله سيكون على فقرتين عربي وإنجليزي إن شاء الله 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 تجاني حولت آخر وإن من السناء إن شاء الله المترجم للحسين بدأت من اليوم من اليوم من الأوليوم إن شاء الله ستكون لديه في دولة بلغة العربية وأنا سوف أحاولي أفضل بكثيراً بكثيراً وإن شاء الله بعد العربية سترك هنا لكثيراً بلغة العربية لذلك لدينا أيضاً طريقة طريقة تحضرنا العربية إن شاء الله تعالى فإن شاء الله أنتو الأخوة العرب الله يقفضكم جميعاً يكون بالكم طويل ونصبر حتى إن شاء الله نحي هذه الليالي بأفضل ما يكون فيها الإحياء تأسياً بالأئمة الأطهار الذين كانوا يحيون هذه الليالي بدءاً من الإمام الباقم إلى الإمام الصالغ الإمام الكاظم وهكذا بقية الأئمة ولي تعجيب فرج مولانا صاحب الزمان صلوا على محمد وآل محمد الله صلوا على محمد وآل محمد حقاً حقاً إن شاء الله علامة بسيطة أمام الفاء من حقاً آخر نحن هنا لأننا لأننا تقريراً مدى جميعاً مدى كلنا نعرف لكن لا نحاول أحاول المسجلة لن يبدو نفس المسلمين وحسنين 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 لا يعرفنا وكان هناك الكثير من الوقت هنا في هذا المناطي المترجم للقناة من الأول فقط في المنزل هناك سؤال مهمة تأثيراة لذلك نحن ليس كلاما سؤالنا كلاما لماذا نحن aquí كلاما أمسكي في هذه المنزل في هذه المنزل في كل مصابقات المسلمين يمكنك أن تكون لك نحن 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 لدينا الكثير من درست ميلاد وفيشيات وفيشيات يمكنك ان تظهر 24 سنوات باستخدام الوقت في الوقت في العالم العالم هناك مجالات في العالم لماذا نرى هذا؟ لأن الانسر هو لأن الناس الله خلالنا لن تكون معه لن تبقى لن تبقى لن تبقى لن تبقى يجب أن يعطي نكتب لن تبقى أي heading any other religion or any other faith they come every week and they sit Saturdays for the synagogues Sundays for the churches and other school of thought so also but we have something else to add that we have a message to the whole people not only for us so we are here to remind ourselves what we have and to teach the new generations they need just like we 10 years ago, 20 years ago we were like 2 years old for the youth so we should keep repeat this just like when you repeat the recitation of Al-Quran Al-Karim فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَةَ تَنْفَعُ remind yourself remind your family وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةَ order your family and order yourself by performing the namaz, the salat every day, every day 5 times, that's only once every year we repeat the sayam during the month of Ramadan to remind ourselves we forget الْإِنسَانِ in Arabic الْإِنسَانِ كَلِمَةِ الْإِنسَانِ the word insan, the human comes from نَسِيَّ from the root you know for the non-Arabic speakers each and every word we have in Arabic, most of it 99% from the Arabic words comes from the root even the verbs comes from the root and the root either the the past verb or from the noun so insan comes from نَسِيَّ from the past verb I forget so insan is the one who forgets this is what we call insan so we forget we should remind ourselves this is number one number two we have a message every year there are a love every year there are a love new Muslims they come to this religion and new Shias they convert and also for the people who are not attending the majalis they want to listen to hear something so there is a question why we mentioned the name of Hussain Ibn Ali is that also from the part of our faith Islam to mention the Hussain Ibn Ali to sit for 10 nights or some countries they sit 17 nights you know some other countries like the Gulf countries or Iraq or maybe Pakistan for 60 nights from the beginning of the month of Muharram till the end of Sabar every night they come and they participate to listen and to discuss the issues of Karbala why so we remember Hussain more than Rasulullah he is a guy this is a problem this is you know a doubt that we have but it's not correct because you know I heard that from some Muslims they come to me and they say you remember Hussain more than Rasulullah you know what's the answer for that for sure actually there are many points to put to answer this question this doubt in our minds in some minds but if I want to be so clear to those who are asking this question I ask them we remember Hussain maybe more than Allah right Hussain every day every night but this is not right we are not remembering and mentioning the name of Hussain Ibn Ali more than Rasulullah this is number one question because look at our Islamic history and our occasions every year we have many occasions this is number one we remember Allah subhanahu wa ta'ala each and every day and night in our prayer we don't pray to Hussain Astaghfirullah this is this is haram we pray on course on turban the sand dust from the carbon this is another question another thing there are many concepts comes in front of me but let us make let us take some of them and inshaAllah every night we take some others from the concepts so we worship Allah subhanahu wa ta'ala we do prostration to Allah subhanahu wa ta'ala all the mentioning of Allah so the answer for this question we remember Allah more than Hussain Ali we remember Rasulullah more than Hussain Ali because when you remember Hussain for sure he is the grandson of Rasulullah and as I said a lot of occasions comes during the year the shahadat of Rasulullah the other occasions of the hijrah of Rasulullah and many 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 other occasions we have a lot during the year this is number one answer number two Al-Imam Al-Sadiq is answering this question he said Al-Hussain Bi-Sbaah Al-Huda Wasafinat Al-Najad Hussain is the light of guidance and the ship of salvation you know that but there is another hadith comes after it to continue this hadith he says we all Ahlulbayt the imams they are all the ships of salvation walakin safinat al-Hussain asrah wababuhu awsa this is the answer listen to me Hussain has they are all the doors of Allah subhanahu wa ta'ala abwaabu Allah bikum fatah Allah wabikum yakhtir they are all the doors of Allah subhanahu wa ta'ala but the door of Hussain the gate of Hussain is wider safinat al-Hussain asrah when you come to Islam through the door of Hussain the ship of Hussain you understand Islam better and faster this is the answer for this and the topic is Al-Hussain is teaching us the oneness of Allah subhanahu the oneness of God in the beginning I mentioned Surah At-Tawheed there is another name for Surah At-Tawheed Surah Al-Ikhlas a person who is Imam Ali alayhi salam this is the story came to Rasulullah because some people they ask you Shias if you see the Shia and hear the Imams when they lead the Jama'ah listen to me they repeat Surah At-Tawheed after Al-Hamd right most of the Imams of the Shia the Imam of Salah when they lead the Jama'ah they say you can not continue or start your Salat without mentioning Surah At-Tawheed Surah At-Tawheed Al-Hamd a person came to Rasulullah who is that person Amir Al-Mu'minin Ali was 13 years old 14 years old we have many stories from Amir Al-Mu'minin comes to Rasulullah ask this question he said Ya Rasulullah I love to recite Surah At-Tawheed in my prayer the response of Rasulullah was to Ali Oh Ya Ali I love you if you love to recite the Surah I love you means keep do this this is the dignity of Allah this is the identity of Allah we have it in the Hadith the identity of Allah to know the greatness of Allah the oneness of God through Surah At-Tawheed so three branches in the in the tree of Islam the first branch is the aqidah the faith At-Tawheed and the oor the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala you have to be a witness that there is no God but Allah another shahada the imam the third shahada ashahadu anna muhammad rasulullah ashahadu anna aliyah waliullah and also the hereafter this is the faith the pillars of the faith in Islam it's five one of them is the At-Tawheed and al-Nubuwa the imam to believe in the imams the twelve imams the fourteen ma'asum this is one the second branch is about the ahqam the fiqh halal and haram if you pray great this is wajib mandatory five prayers a day highly recommended to pray and other mustahabat and haram do not to drink wine this is haram so halal haram mustahab mukroof mubah this is ahqam the five shari'at hukum law this is what we call it in our houses in our Islamic universities al-ahqam al-khamsa al-shari'at al-islami a very important book for everyone wants to go to hauza to start studying in hauza should study the encyclopedia of shari'at al-islami four values shari'at al-islami the shari'at of islami a lot of books and a lot of chapters to know about ahqam and there is one of or more than one of our ulama they came and they explained that book with 50 to 60 to 100 values ahqam shari'at halal and haram do and do not do unfortunately nowadays some those who i don't want to say they are enemy of islam but they don't like us you know even in the white house some people they don't like us like the last president this is not a politician we are not in a politician state we are not talking politics but this is the right some they don't like us they don't like muslims why they have sharia what is the sharia they don't know what is the sharia they hear from taliban they control the state and religion and faith by the by the leaders long time or they see and they hear from is for example daish and others so they they have fear from sharia what is the sharia sharia is halal and haram those who don't know some people they know but they want to change the mentality of the people against islam to make it against muslims so we are here in ashura in muharam in our majal is to correct this concept of the sharia sharia has no fear to pray this is from the sharia to fall this is from the sharia sharia take the book of sharia islam 600 700 pages this is halal has nothing to do with the politics or killing or violence this is halal and haram sharia 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 so this is the second branch in islam so we are here to talk about our halal and haram people unfortunately especially the youth girls boys they don't know their ahkam they don't know what is right what is wrong from your kumatic sins why you do sins because they don't know it is haram sometimes this is the second the third is akhlaq inshallah tomorrow we'll talk about in next night inshallah every night we talk about one of the concepts of these three branches in the tree of islam akhlaq how to deal with your neighbors with your friends with your family members with your with your parents with your enemies those who are around you not only that even if you see a cat in your way a dog an animal how how to deal with it this is akhlaq you know when Rasulullah said this hadith it's from Rasulullah he said each cabed heart each heart who is hot because there is no drink to drink there is no water to drink so when you give water to a person who to any creature animals or human you will gain and he said this when the person came to Rasulullah telling him I had money and I saw a dog I saw a female dog with small babies and I went to bring some food and drink to it is it okay he said what you did is great and Allah will reward you this is from from morality how to behave with the others not only with the people who are around you but even with the trees with animals with the environment you hear that in the news right the environment the pollution that we have how we deal with the pollution this is all has mentioned in the book of Islam and the teachings of Imam Hussain that's why we are here and we want to worship Allah as he wants you know what Imam Hussain says and the day of Arafa very highly recommended to recite the dua of Arafa of Imam Hussain those who didn't hear about this dua try to see it tonight it takes in Arabic 40 minutes to recite it 20 pages recited this dua in the year of 59 as the last Hajj you know how many times Imam Hussain went to Hajj unfortunately some non-Muslims or the other part of the Muslims you know the school of thought they say oh they do we do we never know about the oneness of Allah and worshiping Allah without Ahlul albayt alayhi al-salam al-husain al-imam al-sajjad alayhi al-salam he's the one who brought the real to us read it read it tonight by the way it's not only recommended to recite it in the land of my dear brother he wasn't I was in I recited this do every year we go to hajj we recite this du'a highly recommended very highly recommended unfortunately you see muslims they sleep in the day of Arafah in the land of Arafah you sleep the reward of Allah subhanahu wa ta'ala for the those who go to to go those who go to hajj is to weep and to clean your sins you come with no sins this is the reward of Allah to you now you sleep in the day of Arafah it's only seven hours from the noon time to the sunset time you sleep unfortunately look at the people who recite the Dua of Arafah it changes the people when you recite it when you see what Imam Hussein is talking about the oneness of Allah I know you by you 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 call me to you and you brought the evidence for your existing no one from the Muslims can understand these words unless if he comes to Ahlul Bayt to understand the real Tawheed they say Shia they do shirk what they are talking about what they are talking about Shia they do shirk you don't know about Allah about the oneness of Allah without coming to the land and to the spirituality of Ahlul Bayt to understand the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala if you are not there I don't know you you told me you brought me to you beautiful words Al-Imam Al-Sajjad Al-Imam Al-Hussein Al-Islam he went to haj with his brother Al-Imam Al-Hasan 25 times 25 years walking from Medina to Mecca 440 kilometers more than 300 miles walking you hear the people they ask you questions sometimes you ask yourself also why you walk to Karbala on the day of Arbaeem because walking to Mecca is highly recommended Al-Imam Al-Imam Al-Asqari came he said walking to Karbala also highly recommended what's wrong with it more efforts more go walk as Imam Al-Hussein did Rasulullah walk to Mecca did Ali Ibn Abi Talib walk to Mecca so why it's highly recommended to walk because Hussain did it Al-Hussein did it from Medina to Mecca 300 miles every year Al-Imam Sajjad in some years was with his brother with his father one year he wasn't with his father and the narrators who narrate this story who say this story to us I forgot his name he said I was behind I went late they didn't go with Al-Imam Al-Hussein caravan so I was running on my horse then in the middle of the night I saw a person a kid six seven years old walking in the middle of the desert alone I had fear in my heart I came down to them I told them who are you I said I am this is the meaning of being with Allah and worship him now they tell us we do shirk and we take the concept of the tongue and the action of we repeat this every year more than one time to clean our hearts to be with Allah all that time each and every minute you should remember Allah He said who are you he said with whom he said with Allah and then he told him where are you going I said to Allah later I loved him later I went to Medina I went to Mecca and I did the tawaf and sa'i and the day of Mina spend the night and the Mina for three nights Leila to Tashriq the Tashriq is one the Tashriq is second and the Tashriq is third and I went to the tent of Hussein ibn Ali and then I saw that boy that I met with him in the way I told Imam Hussein the story I told him I saw that boy and he told me this who is he he said he's my son Ali Imam Sajjad teaches us how to worship Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa allahu ahad why we repeat this because it's the identity of Allah subhanahu the very highly recommended to repeat it into namaz into the wajib namaz and the must have namaz whatever any verse can say but in the namaz of wajib namaz qul yuhu allahu ahad all prophets say Allah has one and only Allah has no beginning no end with it Allah has no beginning no end was not born has no baby there is no has no partner no one can look like him this is my dear brothers and sisters one of the concepts of the meaning of being in this majadis and to be with Al-Hussein ibn Ali insha Allah every night we bring a very important concept to talk about through the life of Imam Al-Hussein and Ahlul Bayt sall al-Hussein al-Muhamd al-Muhamd Allah sall al-Muhamd wa al-Muhamd 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 الشبه التي يذكرها المخالفون أن الشيعة يذكرون الحسين أكثر من رسول الله جوابنا لهم بكل وضوح ودون تردد خصوصا في هذه الليلة هي مطلع الحديث عن مصيبة عاشورة عن واقعة الطف عن هذه الحركة العظيمة التي أكت ملائكة السماء قبل أهل الأرض جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على أهل السماوات في كل ليلة يعني في كل عام من الليلة الأولى تنشر الملائكة قميص الحسين كما في الرواية فتضج ملائكة السماوات بالبكاء لما يرون من الدماء التي لطخت بها قميص الحسين ونحن لاستكثر أن نجلس نتحدث عن مصيبة أبي عبد الله الحسين في هذه الليلة إن شاء الله معكم طيلة هذه الليالة الليالي القادمة الإمام الحسين عليه السلام نذكره مولي أننا نذكره أكثر من رسول الله وإلا أحنا نقول أننا نذكر الحسين أكثر من الله أعوذ بالله وهنا جوابان كما يقول العلماء نقضي وحلي أما الجواب نقضي فنحن الشيعة لنا مناسبات على طول السنة فنذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ونذكر الله عز وجل ومن خلال الحسين عليه السلام الجواب الحلي هو أن نتعرف على معاني الإسلام هذه قضية أخرى بدون الرجوع إلى أهل البيت أحبة الكرام الإسلام ليس له معنى عقيدتنا ليست لها معنى أحكامنا ليست لها معنى نحن لا نستطيع أن نفسر القرآن على رئينا يجب أن نعطي القرآن من أهل الذكر من أهل القرآن من الذي كانوا عدل للقرآن حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله كتاب الله وعيد رتيئة نحن عندنا قضايا كثيرة واحدة من أهم هذه القضايا أطرحها الليلة وهي قضية التوحيد تعرفون الآن كم مرت في التاريخ نزاعات ولا تزال إلى اليوم نحن لا نتحدث عن السياسة في الماضي في أيام الدولتين الأموية والعباسية القتال صار بين المسلمين على خلق القرآن قرأوا قضية دينية القرآن حادث أم قديم كلام الله حادث أم قديم واقتتال العلاقة بالتوحيد البداء قرأوا نظرية البداء أيضا صار فيها خلافات كبيرة في التاريخ على قضية التوحيد الجمر التقوير نظريات كانت سائدة أيام الدول يعني في 400 سنة 700 سنة ألف سنة قبل صار فيها خلاف إلى اليوم نسيته أنت داعش أقتل العراق وسوريا أربع سنين كاملة وكما يقتل ويقطع الرؤوس ويعلقها على الساحات العامة شنو ممكن أسألكم يعني جاوبوني إحنا الآن في يعني في محور الحسين سلام الله إحنا نتعرف على الدين على أحكامنا في كل سنة يجب أن نكون أقرب إلى الحسين مما مضى ليش لماذا آيسس داعش وطالبان في سنين ماضية فس إذا أريد أذكر الآن بعض الحكومات الفعلية رأسا يصير ممنوع وميصر وكذا وليش كتشيته خمسين فرقا نصير فما قدرت كذلك أذكر في الدولة الفلانية في الدولة الدرجة بس مالا ويقتلوهم بالمقصلة قتلوا رأسهم ليش شوية حجة على الملك حجة على الأمير حجة على الرئيس مشرك حكم ديني ليش يابر يقول لك أنت سبيت الله أنت ضد التوحيد أنت مشرك أنت كذا حروب قامت على أساس أن الشيعة مو موحدين مشركون وتعرف أن بعض الأحكام التي أوردها شيخ الإسلام ابنتينية يقول مخالفة الرافضة هو الصح بأي حكم من الأحكام إذا صار هناك حكم ليش تتكتف يقول حتى نخالف الرافضة يعني هناك نظرة ضد الشعب تدري منه الرافضة الرافضة أنت وأنا واللي يضرب السوال واللي يقول صلى الله عليه كسيدي أبا عبد الله والذي يحضر مجالس الحسين عليه السلام تعرف ماذا يقول في منهاج السنة يقول الرافضة يذكرون مقتل الحسين في محرم أيها السنة مغاشر السنة حرام تذكرون مقتل الحسين ليش لنخالف به الرافضة بس أنت معرقتك وخلافك وياهم على أساس خلافهم معي على أساس على أساس التوحيد على أساس التوحيد أشوف شي يقول يقول يروحون الشيعة الكربنة يروحون إلى النجف ويصلون إلى القبور يعبدون القبور في طلعوا في حين الشيعة لا يعبدون القبور ولا يصلون إلى القبور ولا علاقة بالقبور وإنما يتوسلون إلى الله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الجثث الزاكيات الطاهرات كما رأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآمرنا الله عز وجل يا أبانا استغفر لنا ربك أولادي أحبوك جوءنا قالوا لنا احنا كذا غلطنا وردنا نقتل يوسف استغفر لنا ما كان يقدر يقولهم يحقوب ارفعوا يدكم من السماء وتروحوا اجعوه قال سأستغفر لكم من الواسطة وابتغوا إليه الوسيلة أنتوا تريدون تزاودوننا على التوحيد المعارك التي سفكت فيها الدماء ولا نزال نحن نقدم الطرابين شيعة أهل البيت والتفحيات من أجل أن تتهموننا بالكفر وحتى تكتلونه وتقطعون رؤوسنا الذي علمكم التوحيد وعلمكم الصلاة وعلمكم قراءة القرآن وحفظ القرآن هم أهل البيت عليه وسلام هم علماؤنا غيبة الإمام الحج علمتكم ونحن بكل احترام وبكل أريحيات وبكل منطق وأدلة علمية موضوعية نقدمها بين أيدينا الحسين بن علي يُعلمنا التوحيد ويعلمنا كيف ندعو الله عز وجل ولذلك حينما يسألونكم الناس لماذا تذكرون الحسين أول جواب نقول لأهل الريد نعبد الله نعرف كيف نعبد ربنا نتعرف على ربنا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والأنبياء جيلاً بعد جيل قتلوا ونشروا بالمناشير من أجل أن يقربون الناس إلى الله يا موسى حببني إلى خلقي قرب الناس أني أنا الله فاعبدني شايف الحديث مع الموسى رقيق وجميل مرة تدخل بالليل تقول لأهل زوجتك أنا أحبتك وتحضرها وتقوز مرة تقول لأهل أنا وتأكد أنا أنا أحب بأسلوب آخر يا موسى إني أنا الله إيش موسى ما يدري فاعبدني وأقم الصلاة للذكري هؤلاء قدموا القرابين ضحوا بأنفسهم بين الركن والمقام اللي راحين إلى مكة لا تنسوا جزء من الكعبة ورح نذكرها إن شاء الله في ليلة من الليالي تعالي كل ليلة هاي قضايا مهمة جزء من الطواف الذي لا يصح من الحاج والمعتمر إلا به هو حجر إسماعيل أسأل السنة وأسأل الشيعة حبيبتي ها؟ تريد تعلمني التوحيد يعني؟ ما قد تعلمني بس أنت أقبل المناظرة أقبل مني المحاججة بالدليل ما هو حجر إسماعيل المكان الذي قال عنه الله عز وجل يا بني إني أرى في المنام إني أذبح قال يا أبا تفعل ما تعبر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صابرين فلما وتلهوا للجميع وفديناهم بذبح عظيم هذا حجر إسماعيل طيب هنا تمت عملية الذبح وفي قصة طويلة وأين دفن إسماعيل؟ وإن أمراهيم هيبرون نورف جروزلون قابر هنا اللي راحين إلى فلسطين يروحون قرون الخليل اسمها بالهبرية هيبرون مدينة دفن فيها إبراهيم عليه السلام طيب سواء وين إسماعيل؟ أخوه أسحاء وين؟ أيضا عند أبيه موجود في هيبرون في الخليل يزوره اليهود والمسلم إسماعيل وين؟ حجر إسماعيل هاجر أمه أين؟ الحجر يعني أنت تطوف حول القبر ومو قبر مقصومة حتى الأنبياء مقصومة أما هاجر مقصومة لكنها عظيمة في معرفتها لله بدأت كلها على الله الحديث طويلة لا فأنت ليش يعني هذا واحد من أهم الأدلة أننا حينما نذهب إلى القبر نتوسل إلى الله بحق هذه الأسماء الطيبة المقدسة أدعو الله بمكة بحق إبراهيم بحق إسماعيل بحق هاجر ولذلك ورد في الدعاء من أحدى أدعية الطواف اللهم أني أسألك بحق البيت وبانيه وبحق البيت ووليده بانيه إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ووليده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيجب أن لا نتردد في معرفتنا للحسين عليه السلام أقرأ لكم بعض المقابة من الدعاء العظيم الذي قرأه الحسين بن علي يوم عرفه وهو يعرفنا الله عز وجل إلهي لك الحمد يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجمالت أنت الذي أفضلت أنت الذي منانت أنت الذي أكملت أنت الذي رزعت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أغنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقالت أنت الذي مكانت أنت الذي أعزاست رب الله عز وجل أنت الذي أعانت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعانت أنت الذي عضدت أنت الذي عيتت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت ربي وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا ثم أنا يا إلهي ودبوعه تجري كما في الرواية عند جبل عرفة ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أخطأت أنا الذي أغفلت أنا الذي جهلت أنا الذي هممت أنا الذي سهوت أنا الذي احتمت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت أنا الذي أخلفت إلى آخر الدعاء كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متاغبت أي رب حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك أميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم يكن لك فيها لصيبا أدعي سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كميرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهم وأمن شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلوم المجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والأنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم دعاء عظيم في يوم عرفه وهذا ما ورد في أحدى الدعية التوحيد للإمام الحسين عليه السلام فإذا نحن هنا أحبة الكرام من أجل أن نقرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد كما في الرواية هذه هوية الله سورة التوحيد مستحبة في القرآن يعني مستحبة في الصلاة أن تقرأها بعد كل سورة حمد سورة التوحيد علي عليه السلام وهو طفل صغير بعد أن فرضت الصلاة في جبكة المكرمة أتى إلى رسول الله قال له يا رسول الله أني أحب قراءة سورة التوحيد فالصلاة فاحتضنه رسول الله وقال له يا علي وإني لأحبك يا علي إذن من هنا صارت قراءة سورة التوحيد مستحبة ويجون يقولون لك أنت ليش تقرأ التوحيد وليش الشيعة اللي يقرأه وقل هو الله أحد لأنها مستحبة وكان علي يقرأها بشكل مستمر الحسين صلوات الله عليه قتل وديس ظهره وصدره بحوافر الخيوم من أجل الصلاة من أجل الدعاء من أجل قراءة القرآن ثم ننتهم نحن أتباعه بالشرف أعوذ بالله الذين يوحدون الله هم نحن والذين نعبد الله على سبحانه وتعالى حق عبادته نحن الإمام السجاد عمره سبب سنين ينظر إليه أحد من الأصحاب يقول أنا تأخرت قافلتي عن الحسين وظاهر ذهبوا إلى الحج من مدينة إلى مكة ماشي يقول رأيته في منتصف الطريق في الليل صغير عمره سبب سنين يقول زلت من الحرس قلت له من أنت؟ قال أنا حمد الله مع من؟ قال أنا مع الله إلى أين؟ قال إلى الله ثم قال له هلك زادوا الراحلة؟ أنت عندك فرس؟ عندك وسيلة تذهب بها إلى مكة؟ عندك زاد؟ قال اسمه زادي تقواي وراحلة رجلاي ومقصدي مولاي التوحيد من فم الإمام السجاد من حركة الإمام الحسين عليه السلام وهذا ينقل على الإمام الصادق صلوات الله عليه حينما كان يريد أن يلبي في مسجد ذو الحليفة مسجد الشجرة في المدينة اللي يحرب من هناك ويذهب إلى أمن لا يقول لبيك لا ينعقد الإحرام إلا بقول المحرم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك تأخرت القافلة وين الإمام جغفر بن محمد؟ يقول مالك ذهبت إليه إمام الموالك يقول ورجعت إلى الميمقات قلت هو يبنى مسؤول الله قافلة تنتظرك تروح للحج لبيت قال إليه جعله فقال له يبنى مسؤول الله لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية وقال أنا الإمام المحصوم أنا أدري أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية تعلم قال إسمعي مالك إني كلما هممت أنا قل لبيك كأني بالنداء من الله يقول لا لبيك ولا سعدك العلاق مع الله تجدها عند أهل البيت عليه والسلام إذا توضع الحسين وهو صغير في أول عمره عشر سنوات الله السلام ترتعت فرائص ويرتب يقولوا لي يا ابنى رسول الله ليش يقول أتدرون بين يدي من أي جبار أريد أن أقف صلوات الله عليك سيدي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك قال بأمين أنت يا عباس اذهب واطلب منهم سوادى هذه الليلة ليلة عاشرة لماذا يبدأ رسول الله قال حتى يصلي لربنا ركعات فإن ربي يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة القرآن حالة البكاء أخذت أهل البيت عليهم السلام الإمام الرضا يقول لك لماذا تبكي لماذا تلبس السواد لماذا تغطي شوف أهل البيت كيف كان تمر عليهم يقول الإمام الرضا عليه السلام كان أبي إذا دخل محرم لم يرى ضاحكاً قد وكان يرتدي السواد فإذا كان يوم عاشرة كان يوم مصيبته وحزنه وبكاءه والإمام الرضا يقول شكر الله سعيك يا ابن شبيب يدخل إليه أحد أصحابه تعلم ما هذا اليوم قال نعم يا ابن رسول الله هذا يوم مصيبتكم يوم عاشرة قال هذا اليوم من بكى في هذا اليوم أيام عاشرة أو أكى أو تباكى حتى نزل الدموعه على قده قفر الله له ذنوبه يا ابن شبيب أن كنت تسرك أن تكون مع رسول الله في منزله في الجنة فجر الحسين والعنقاتله اللهم العنقاتلت الحسين مئة مرة أما الإمام الصادق صلوات الله عليه يدخل عليه أحد الشعراء يقول له أنشدني في الحسين شعران السيد الحميري فبدأ ينشد هذه الأشعار ودموع الإمام الصادق عليه السلام تجريه على خديه أمرر على جدد الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم اللازلت من غطفا زاكية الروية يا 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 وبك المطهر للمطهر والمطهرة الزكية ما لذ حيش بعد رضك بالجياد الأموجي نزلت الحوراء زيناء من خذرها ملثمان إلى مصرع الحسين هذه الأيام أيام عزاء زينم نحزي زينم صلوات الله عليها يجعى شعوري ابنه ويوجاء بالحزن ويذكره وردني كربل بن جدي جنعاء عيشة وياها نزلت أرولت إلى مصرع الحسين أخي أبا عبد الله كلمني يا نور غيني قال أخي زينم لقد زنتيني هم من فوق همي وكر بي فوق وكر بي نازع سكرات نموت تقل أخو يا نبعي أنا لبعري لك عيالك أخي والموت لا يرضى بدالا رح نترك لبدالك رح نترك هياك لنا هياك لنا اهفد علي كامس المسيحسي أنا أمسل بسيحصي أن وحدي أنا بتحير وإيجع لفدي ما ظل ولي يا أخو أيها بنامس كانوا معي واليوم قد رألوكم وخلفوا في سوئيذ القلب نيرانا أرفعوا أيديكم يا الله 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 اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك واتفع عنا كل شر أحاط به علمك اللهم تقبل أعمالنا أدي ديوننا أقضي حوارجنا أغفر اللهم لنا ولموتانا اللهم شاء في مرضانا وارحم موتانا سيما المنظورين يا الله من مضى من أهل هذا الجامع من الجالية الطيبة الكريمة في تنسي ومن شهدائنا الأمرار في كل مكان اللهم ارحمهم برحمتك واسع عليهم في قبرهم يا الله من كان ظالب حاجة اللهم قضها له بحق الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه يا الله اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عينا أبدا اللهم اطفقنا لما تحب وترضى وإلى مواتنا for the souls of all مؤمنين and مؤمنات especially for the شهداء I'm so sorry my dear brothers and sisters as I said earlier insha'Allah every night this is the program insha'Allah you will attend it's just 13 nights left insha'Allah it will go very fast so the first part insha'Allah will be in English and it will continue in Arabic insha'Allah بحضوريكم by your efforts and your attending insha'Allah this you will gain the rewards and you will see it in your life and in the here after insha'Allah إلى أمواتنا وإلى شهدائنا في كل مكان بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات الله صلى الله شكرا 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 اشتركوا في القناة